إذا منتبعنا كرام في هذا الخبر العاجل والمهم وحق من قال طريق الكابراناتك حلا زحلا وما فيها ما يتشاف الآن المنظمة أو الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تعلن عن فرض عقوبات دولية على تونس فيما يتعلق بالمجال الرياضي وهذا العقوبات سوف تمنع تونس من أنها تنظم أي حدث رياضي سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي أو القاري وكذلك سوف تمنع تونس من رفع العالم ديلا في الألعاب الأولمبيا عقوبات صارمة جدا عقوبات كبيرة جدا على تونس والسبب أنهم قوتبعين طريق الكابرانات سوف نقرأ لكم هذا الخبر متبعين كراما الذي يقول أكدت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وضع عدم امتتال تونس للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات وأعلنت فرض عقوبات على البلاد وأوضحت المنظمة أن تونس سمعون زيان لن تصديف بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية ولن يسمح برفع العالم التونسي في الألعاب الأولمبيا والباراليمبيا حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ولن يكون الممثلون التونسيون مؤهلين أيضا للعمل في لجان أو مجالس إدارة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وقالت الوكالة في بيان إن قرار عدم امتتال النهائي وبأثر فوري ضد تونس ناتج عن عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني وكانت تونس تملك مهلة أربعة أشهر اعتبارا من نومبر 2023 لاعتماد عدد معين من التعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية للامتتال لمدونة الإطار القانوني التونسي وأوضحت الوكالة لكن حتى أوائل أبريل لم يتم حل مسائل عدم الامتتال بعد ولم تعتارد المنظمة الوطنية التونسية لمكافحة المنشطات أناد على مزاعم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشأن عدم الامتتال وأشارت الوكالة العالمية ومقرها من تريال إلى أن ثلاث منظمات أخرى غير ملتزمة بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات وهي اللجنة الأولمبية الأنغولية والروسية والاتحاد الدولي للياقة البدنية وكمان الأجسان إذن ما يهمنا هنا لكي همنا في هذا الموضوع دبا تونس ممنوعة من تنظيم أي بطولة في أي من الرياضات سواء كانت إقليمية أو قارية أو عالمية والأكثر من ذلك العالم ديلا ما غادش تترفع في الألعاب والأولمبية شوفوا على كاري تنزل المسخد القيس سعيد على تونس مجددا قد تابع حضارة الجزائر ها هما حضارة الجزائر داخليю في الحاد فيما يتعلق بمجال الرياضي هيا تونس 7 هيا تونس 7 وأشقيت لكم أو لا ما قلتها MORE وأشقيت لكم بأن نظام حضارة الجزائر مدخل تونس سعيد يا فلحاد عن طريق هد الببريس ديل قيس سعيد وأشقيت لكم بأن الببريس ديل قيس سعيد ونظام حضارة الجزائر بجوش بهم حومق يوجد بهم سطين يوجد بهم قطعين الوراق وبالتالي هناك تجانس فيما بينهم حتى في المصائب تجانس فيما بينهم حتى في المصائب مسخت الوالدين في حاضرات الجزائر هم دخلوا في المجار الرياضي هم تدخلوا معهم في المجار الرياضي دبتونس معنده الحق تنضم تشي حاجة علاش لأن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات كانت أعطاهم واحد المهلة بشي عدلوا القوانين فيما يتعلق بالمنشطات داخل تونس في المجال الرياضي يعني قوانين التي تحد من استعمال المنشطات في المجال الرياضي في تونس فالبوبراز يستعيد لا يستجب لهم لا يعطي تعليماته لكي يعدل قوانين لكي يأتي مع المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات المدونة لهم الجديدة فبالتالي تمت مراقبة تونس بمنعها من استضافة أي بطولة إقليمية أو قارية أو عالمية ونفس المسألة ستكون في حضارات الجزائر نحن نزل سنة ولجنة الإنديباط لكي نرى العقوبات التي تخرج بها ضد نظام حضارات الجزائر والاتحادية الجزائرية لكورة القدم وفي الغالب نفس المسألة ستكون نظام حضارات الجزائر ستمنع من أنه ينضم أي بطولة إقليمية أو قارية أو عالمية فيما يتعلق بكورة القدم وأعتقد أنه ستكون تقوم بمجالات الرياضية الأخرى لماذا؟ لأننا نرى انسحابات نظام حضارات الجزائر من كورة اليد من الجينباز من كذا وهذاك البطولة الإفريقية دي الجينباز للكيز هنا في المغرب كانت مؤهلة للأولمبيات ديالبريس للألعاب الأولمبيات وبالتالي نفس المسألة في حضارات الجزائر نفس المسألة في تونس أنا واحد القادية باش نزيد نفسروا هذه المسألة أنا مع مرة ما شفت طوابير في تونس حتاج القيس ساعد حتاج البوبراس لأننا نكشف الطوابير في تونس طوابير كنا نشفه غير في حضارات الجزائر وهذه المسألة معروفة عندهم تقليد الطابور طوابير لشين في حضارات الجزائر جاد مسخد ديالقايس ساعد خرج على البلاد خرج على تونس ولكننا نشفه الآن طوابير في تونس طوابير على السكر طوابير على السمية طوابير على ما عرفتونه يعني كارتة كارتة وتونسة المشكل أنهم ناسين تم تخديرهم في حنو في حلب أصبعيين وإن كنت لأهم عميم على تونسة لكن أصبحتهم نايمين نايمين في العسل ومعرفيش بأن البلاد غادية للحيط يعني كارتة واحد واحد المسألانة صراحة مضحكة رأيكين واحد تصريح ديال عمجد حشاكم وهو اللي قال موجود بالصوت وصورة ما زال غدا نجيب هذا الفيديو قال بالحرف بأن تونس عندما استقبل جاكيةион بريات السعيد بن بطوش في قمة تيغاد وكما تعلمنا too وتونس غديا لغو وتونس الذي ننطيها في المشاكل ومنذ أنه استقبل قمة بطوش ومعرفة�lee وهو مخ lever أنه السهيد هذه في قمات تم تعليش وحسب وهذا مقلك ويتم بإدخاله هذه المسألة صحيحة فأنت ذا عندما استقبل أن تونس غديا سنطلع اللغ ولسة پاك Burns جاجيا ترى الكهورية اللقاء فيها اليابان صحبت الاستثمارات ديالا من تونس جاءت المغرب اليابان تقريباً توترت العلاقة ستديبلوماسي ديالها بينها وبين تونس بسبب القادية ديال بنبطوش واليابان كانت رافضة أي وجود لبنبطوش في هذه القمة فوقعوا ليهم المشاكين صحبوا الاستثمارات خرجوا بعد ثوانسا يقول لكم المغرب سرق ليهم الاستثمارات حينا ما سرقنا لكم مدرنا لكم تحاجة تملي وضعتهم أنفسكم في هذا المصار المصار دي نظام حضرات الجزائر والمصار ديال بنبطوش فب وبالتالي انتم أن تحملوا المسؤولية تماماً كما حدث الآن في المجال الرياضي وشاءت الصدفة إن كنت أعتبر وليست بصدفة أن نظام حضرات الجزائر سقطت في مستنقع خطير في المجال الرياضي تونس كذلك سقطت في مستنقع خطير في المجال الرياضي ولا تونس ولا الجزائر الآن سنضمش حدث كراوي ولا حدث رياضي ولا حدث قاري ولا إقليمي ولا عالمي متابعين الكرام أراكم في فيديو قادمة المزيد من التفاصيل